أعوذ بالله من الفقر الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك شبهة يعبر عنها بمعضلة الشر وهذه شبهة متوهد إطرحها الملحدون مطروحة من قديم حتى تنسب إلى أبي قور هذه الشبهة حاصلها أن هذا الكون مليء بالشرور وإذا مليء بالشرور والخالق الذي يدعيه المتدينون أنه كلي القدرة كلي العلم كلي الرحمة فإذا كلي القدرة المفروض لا يقع الشر لأنه قادر على دفعه قادر على كل مقدور قابل نعم أنه قادر فيقع الشر لأنه جاهل والمفروض أنه عالم كلي العلم قابل أنه يقع الشر مع كونه عالما قادرا إلا أنه ليس بكلية الرحمة ومع أنكم تدعون بأن هذا الإله له مقام الرحمة الواسعة والكاملة وحيث أن الشر وقع أبي قور يقول وقع في الدنيا وقع في هذا الكون من زلازل وأمراض وأوبئة وظلم فإذا دليل على أن الإله إما ليس قادر أو ليس بعالم كلي العلم أو ليس بكلية الرحمة هذه الشبهة فإذا حاصل وخلاصة هذه الشبهة من شؤها أن النقص في الكون النقص في الفعل يدل على النقص في الفاعل هذه الجواب على هذه جواب إجمالي وأكو جواب تفصيلي في غير هذا المقطع الجواب الإجمالي أن النقص في الفعل تارة ينشأ من نقص في الفاعل وتارة ينشأ من نقص في القابل هو مقابل إلا أن يوجد على هذه الكيفية وتارة أن نقص في الفعل لا في القابل ولا في الفاعل إلا أنه نقص لأجل حكمة من الحكم أنا أمثل لك وأقرب لك الفكرة لو عندك مكعبات هذه لما لأطفال التي تبنى بها بيت البيت يبنى بعشرين مكعب فأنت عندك عشرين مكعب وجبنا واحد قلنا له سونا بيت افعل لنا بيتا بهذه المكعبات لم يستطع فهذا دليل إما عجز في قدرته أو عجز في علمه ليش؟ لأن المواد قابلة هو الذي والنقص نشأ منه وتارة له هو قادر هو عالم هو عارف إلا أن المواد التي تبني البيت عشرين مكعب والموجودة عشرة مكعبات عشرة مكعبات ما فيها قابلة أن تكون بيتا كاملا فالنقص فلو جاء هذا الفاعل القادر العالم وأردت منه أن يركب بيتا كاملا من عشرة مكعبات لا يستطيع ليش لا يستطيع؟ مو لعدم قدرته لعدم إمكانية المكعبات لأن تكون بيتا متكاملا فإذن النقص في المقام والنقص في الفعل نقص في الفعل لكن ليس من شأه عجز الفاعل وإنما هو قابلية القابلة القابل ماكو فيه قابلية الفعل ماكو فيه قابلية أو لا يمكن عندنا عشرين مكعب والفاعل قادر إلا أن الفاعل يبنيه ناقصا لماذا تبنيه ناقصا؟ يقول لحكمة لكي يكون ولدي يتمه يعني لكي الطفل يتعلم على الإتمام على الإكمال فهذا نقص في الفعل لكن لا يدل على نقص في الفاعل ليش؟ لأن الفاعل فعله ناقصا لحكمة فإذن على الملحد في مرتبة سابقة عشان يثبت النقص إلى الفاعل لا بد أن يرى هذا الكون بجميع شؤونه من ذراته إلى مجراته بجميع قوانينه القوى الأربع التي هي المسيطرة على الكون القوى النووية الضعيفة والقوية والكهرومغناطيسية والجاذبية وجميع الثوابط الكونية هل هذه قابلة في هذا الكون أن توجد في هذا الكون بأفضل هذا الكون بقوانين أن يوجد بأفضل من هذه الصورة التي هو عليها يعني في قابلية أن يوجد لو ما في قابلية فعشان الملحد يثبت النقص للفاعل أول يثبت أن هذا الكون بجميع قوانينه هل يمكن أن يوجد بغير هذه الصورة التي هو عليها بأفضل من هذه الصورة إذا أثبت الإمكان نعم يقول الكون يمكن أن يوجد بغير هذه الصورة إلا أن الله لم يفعل إذن هو عاجز وقلنا حتى لو أثبت إمكان أن الكون يكون بأفضل من هذه الصورة مع ذلك لا يدل على نقص في الفاعل لأنه قابل أن هذه الدنيا صارت في هذه الابتلاء والشرور ليش؟ ليش؟ لحكمة من الحكم وهذا ما يثبته الدين أن هذه الدنيا داروا ابتلاء داروا مصائب مودة الراحة هذه الدنيا مخلوقة الدنيا مزرعة للآخرة مزرعة فيها مصائب ولهذا ورد عندنا ثواب الصبر ثواب الصبر ثواب الصابرين مدح الصبر ومدح الصابرين وثواب الصابرين ليش؟ لأن الدين يقر بوجود هذه القضاء يقول أن الدنيا هي محفوفة بالمحل ليش محفوفة بالمحل؟ لأن ميدار بقاء ميدار قرار لكي لا يركون الناس إليها هي محفوفة بالمحل والمخاطر لماذا محفوفة بالمحل والمخاطر؟ لأنها دار امتحان لأنها دار اختبار فإذا كانت دار امتحان ودار اختبار ودار صبر على البلاء إذن هي الدنيا محفوفة بالمخاطر هي خلق الدنيا محفوفة بالمخاطر لحكمة من الحكم فالنتيجة أن البلاءات أو المصائب التي تكون في الدنيا لا يعني أن الفاعل ناقص إما لأنها غير قابلة لأن توجد بأفضل مما هي عليه أو لا هي قابلة إلا أنها وجدت محفوفة بالمكارة والابتلاءات لأنها دار امتحان وصلى الله على محمد وآله محمد